وعيد الفطر على الأبواب نقول لإخواننا المسلمين في كل مكان سارعوا بإخراج ذكاة الفطر ذكاة الفطر إخواننا لا داعي أبدا لهذه المناكفة والمشاكسة التي هي موجودة كل عام بين أننا أطلحها حبوب ولا أطلحها أموال يا أخي وكر الفقير يختار ما هو في أمس الحاجة إليه إذا أعطيته مالا فكفيه أو أعطيته حبوبا فكفيته كلهما صحيح ولا داعي لأن نشق على أنفسنا في هذه المسألة لأن هذه المسألة ستبقى ما بقيت السماوات والأرض وقد يتغير أحوال الناس وزمان الناس يعني يأتي بعد ذلك زمان تكون هناك المفاضلة بين الناس نقول والله هذا الحبوب هو الأفضل لأنه هو الواقع والناس في حاجة إليه تمام ويأتي زمان لنختلف فيه ونقول المال هو الأفضل وفي مجتمع واحد يختلف فيه الناس بألوان وثقافات مختلفة ومن سمة ما يناسبك لا يناسب غيرك ما يناسبك لا يناسب غيرك وعندنا وحدة المسلمين فر وحدة المسلمين فر وهذه مسألة خلافية فلا داعي لأن نتعصب لها ولا داعي للمذهبية ولا للطائفية والكل مصيب إن شاء الله ونراعي المصلحة بين النص والقصد يعني دائما هكذا منهج الإسلام جعلناكم أمة وسطة وسطية في كل شيء حتى في العبادة ربنا سبحانه وتعالى قالوا لا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وابتغي بين ذلك سبيله قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قوام فهذا المنهج الذي ربان عليه القرآن الكريم وربان عليه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم نقول له والله يخنب الراح على نفسك أخرجوا الصدقات ولا داعي لهذه المسألة كذلك أوجه يعني يعني نداء إلى إخواننا الذين يتأخرون في زكاة الفطر زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعض الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات لا تسقط عنه لا تسقط عنه ولكن ضاع وقت الأفضلية لها ويعني أثمى أثمى بمعنى يعني احتمل ذنبا بسبب تأخيره بغير عصر ولذلك الآية في صورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى المفسرون قالوا هذه الآية جاءت في زكاة الفطر تزكى ثم ذهب فصلى العيد ومن ثم أقول إخواننا إخواننا حاولوا أن تخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لأن كما جرت العادة كل عام يأتي الناس يوم من العيد قبل الصلاة مباشرة يعني خلاص الصلاة ستقام خمس دقائق عشر دقائق أنا ما أخذت زكاة الفطر أنا ما طلعت زكاة الفطر أنا عايز أطلع زكاة الفطر يعني أين نبحث عن الفقير الآن ترجمة نانسي قنقر